كل صوش المواطن لا يلتزم بجراءة الصحة والسلامة لا يلتزم بحضر التجوال لا يلتزم بإرشادات المستشفى يعني المواطن العراقي مواطن منفلت ويجب حصره بيد الدولة بس هي الدولة وين؟ يعني تقرير لجنة الصحة النيابية بخصوص فاجعة ابن الخطيب اللي يذبوا الصوش على مرافقي المرضى اللي يستخدموا هيتارات كهربائية بالردهات يفهم من عنده انه إدارة المستشفى سمحت بدخول الهيتارات بغرف بيها قناني أكسجين ويفهم من عنده انه حتى إذا الإدارة ما سمحت فالتفتيش بالغرف سمح ببقاء الهيتر اللي دخل والأقوى هو وجود قناني الأكسجين أصلا بردهات المفروض الأكسجين مالتها مركزي والمنظومة الجديدة مصار شهر من شدوها من غير المنظومة الموجودة واللي تشتغل مثل الساعة وكل شي ما بيها مثل ما أكدت المستشفى لا بل ممكن يفهم من خلال الحادث أمر أخطر على قولت رئيس الوزراء الأمن القومي منين ما تخيطها تنفتق هاي إذا أكو أحد يخيطه في توق الأمن اللي يومية تنفتح من الصفحة بحيث وصلت مرحلة تقدر تقول ماكو دولة ما تصدق؟ من تشوف صفحة رئيس الجمهورية برهم صالح على تويتر تلقى آخر ثلاث تغريدات استهداف أربيل، انفجار الحبيبية فاجعة المستشفى وثلاثة هن بظرف عشرة أيام وثلاثة هن شكلوا لها لجان تحقيقية وماكو ولا لجنة تحط إيها على الجرح ويا ماكثر الجروح العراقيين ويا ماكثر حرائقهم